أهلا بكم عشية عيد العمال البطالة باقية وتتمدد لتشمل مصانع التأليف في القطاع الحكومية كل جهود اليد العاملة التي بذلت لم تنتج حتى الساعة أي خطوط ولم تنسج أي بوادر اتفاق من الممكن أن يؤدي إلى أن تبصر الحكومة النور باريس ما زالت تواصل ودفع بكل طرق لولادة الحكومة وجديدها اعلان وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لدريون عن البدء في اتخاذ إجراءات تقيد دخول الأشخاص يعرقلون العملية السياسية إلى الأراضي الفرنسية على أن تتخذ بالتوازي إجراءات ممثلة بحق المتورطين في الفساد في لبنان كما هدد وزير الخارجية الفرنسي باتخاذ إجراءات إضافية بالتنسيق مع الشركاء الدوليين ضد كل من يعيق الخروج من الأزمة الموقف الفرنسي ترافق مع الإعلان عن زيارة سيقوم بها لدريون إلى لبنان الأربعاء والخميس المقبلين وإلى لبنان من المرتقب أن يصل الوسيط الأمريكي من أجل ترسيم الحدود البحرية يوم الاثنين المقبل في الثالث من شهر أيار وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة قتل أربع وأربعون مستوطنا نعصب العشرات جراء تدافع خلال حفل ديني سنوي ضخم قرب صفاد شمال فلسطين المحتلة ونتنياهو يصف الحادث بالكارثة الفاتحة موسيقى